موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيد بلقائكم في عدد جديد من برنامج لقاء خاص والذي سنخصصه للحديث هذه المرة عن ظاهرة ربما تلاحظ في الساحة السياسية مؤخرا هي مستوى الخطاب السياسي وإشكالية أيضا الاتصال السياسي في الطبقة السياسية وفي المنظومة المجتمعية بشكل عام وللحديث وتحليل هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور إسماعيل معرف وهو الخبير في شؤون الاستراتيجية أهلا وسهلا بك سيدي في بلاتو قناة الوطن أهلا وسهلا بك وبكل مشاهدين القناة الفتية التي نأمل أن يكون لها عبرا جميلا وطويل إن شاء الله إن شاء الله على طيب المنا سننطلق من مدخل عام أستاذ حول إشكالية الخطاب السياسي في الساحة السياسية الجزائرية نلاحظ اندلاع تراشق أو حروب من حين إلى آخر من حيث الحيثيات والدلالة سنأتي إلى ذلك لكن قبل أن نخض في ثنايا هذا النقاش وهذا الحديث نرجو منك أن تصف لنا معايير الخطاب السياسي أكاديميا أو ما يجب أن يكون عليه الخطاب السياسي بشكل عام أشوف أولا أحسنت عندما طرحت هذا السؤال البداية لأن حتى بالنسبة للمشاهد يعرف تأصيل النظري بالنسبة لهذا الخطاب السياسي الخطاب السياسي يختلف عن جميع الخطابات الأخرى ولو أنه يتفق في مسألة التبليغ ومن المفردات المستعملة من الإقناع ومن أجل الجلب ومن أجل أيضا إعطاء صورة عن هذا الذي يتكلم ينتمي لمن ويريد أن يوصل رسالة لصالح من ويطرح أسئلة كثيرة حول موضوع ما يريد أن يبلغه الخطاب السياسي كمفهوم بالمفهوم السياسي والأكاديمي هو أنه فيه علاقة بين متلقي وأيضا من يوصل هذا الرسالة وتعرف أن الاتصال للخطاب السياسي هو تقريبا يستجمع لكثير من القضايا وفق مفردات معينة يبلغها إلى الآخر والمشكلة هو في الخطاب السياسي هو أنه لا تعرف الآخر لا يمكنك أن تنجح بمفردات معينة تستعملها في الخطاب السياسي مهما كانت قدرتك على الخطابة إلى غدك بمعنى فهم من هو صاحب الخطاب الذي يوصل له نعم القائم بالاتصال يجب أن يدرس مواصفات المتلقي من أجل أن يحدث التأثير والإستهداف الخطاب السياسي يختلف من مجتمع إلى مجتمع تعرف بأن الخطاب السياسي في المجتمعات الديمقراطية ذات التقاريد السياسية الرسلينة الخطاب السياسي يكون أسهل لماذا؟ لأن أنت أمام مجتمع مجموعة من العلاقات المنسجمة ساهمت فيها مؤسسات منتخبة شرعية قدمت صورة على أداء سياسي معين إلى غدك الخطاب السياسي يأتي لي كي يكمن وأيضا يرسل صورة ويبلغ بطريقة جدا هناك أيضا ربما من مسهلات هذا الخطاب السياسي لدى الديمقراطية الكبيرة هو أيضا أن هذا الجمهور المستهدف هذا المواطن حتى لا نبتعد عن قاموس القاموس السياسي مهيكل فكريا محضر مسبقا لديه تجربة مع شيء اسمه الديمقراطية شوف أنا أنا كنت نتكلم قلت بأنه فيه اختلاف لأن الخطاب السياسي في البلدان التي تحوز على أداء ديمقراطي دولة مؤسسات تنعكس على العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بفعل فعالية المجتمع المدني بفعل فعاليات منظمات غير حكومية إلى غدك بفعل انفتاح موجود دخل البلد بفعل أداء سياسي موجود بالنسبة للنخب الأنتليجنسي المثقفة النخب السياسية أيضا التي تنشط في مجالات كثيرة إلى غدك بمعنى أن هذا الخطاب السياسي هو تعبير عن كل ما هو موجود داخل المجتمع وبالتالي أنه يكون انعكاس على مدى الرضج السياسي وأي السياسي طيب أستاذ يعني أفهم من كلامك أنه الخطاب السياسي ينطلق من منبع من مشرب هو البرنامج وهو المنظومة المجتمعية السياسية بشكل عام طيب لأنه شوف لما يكون فيه الانغلاق الخطاب يأتي يعبر عن الغلاق تجد مثلا فيه الشتم فيه السبب فيه الابتذال في أيضا محاولة التبرير محاولة التخوين محاولة تقديم صورة مغلوطة عن أشياء أخرى الخطاب السياسي في الدول المتخلفة هو يقترب إلى الدعاية والتحريض أكثر من الخطاب الجاد الذي يكون مكمل لأداء البنى الموجودة في المجتمع المؤسساتية والاجتماعية إلى غدك في بلدان كثيرة التي لاب فيها هذا النماء السياسي الراقي تجد أن الخطاب السياسي هو تقريبا يسوق صورة بلد ويعطي جمالية بلد وأن هذا الذي يقوم بالخطاب السياسي هو إنسان مؤهل من جميع النواحي كخلفية فكرية كخلفية إبسيولوجية وتجد أن وراء حمزة هذا الذي يقوم بالخطاب السياسي أرمادة من المستشارين ومن الناس الذين يستطيعون كيف يستعملون بعض المفردات بطريقة وحتى مسألة الصورة الهندام إلى غدك يعني ستانتو عناصر الخطاب بين اللغة والإشارة سيليزان جريديا لازل تتوفر في الخطاب يعني أستاذ بالحديث ننتقل للحديث ربما وبشكل عام لأننا في مدخل عام للحديث عن الجزائر كيف تقيمون نسقط هذا أردنا أن يكون مدخل لإفادة المشاهد نضعه في الصورة الآن سندخل إلى الجزائر كيف تقيمون مستوى الخطاب السياسي للطبقة السياسية اليوم بشكل عام سواء سلطة أو معارضة أو أحزاب أو حتى شخصيات محسوبة أو نخبة جيد أنا هنا لست محاكم من ينشط في الحياة السياسية حتى لا أدعي طبعا طبعا يعني شرفا ليس لي أنا فقط مجرد أكاديمي وخبير في الشؤون الاستراتيجية غير على بلدي وغير أيضا على هذا الخطاب السياسي نقدم بعض الأراء التي تصدم ونحن نسع إلى التقييم والتقويم قلت قلت أنا أقدم أراء تصدم ليس تصدم من أجل أني أنا أحبط من عزيمة من ينشط في الحياة السياسية أو حاول أن أنتقس من قيمة ما يقدمون ولكن فقط أريد أن يمكن حاول أنه فقط أنه نخلي من يقوم به الخطاب السياسي ليستفيد لأنه بالنهاية كل من يتعامل في الحياة السياسية والإعلامية إلى غداك من المفروض أن يكون لك استفادة متبادلة إلى غداك لأنه أنا أحلم بخطاب سياسي راقي هذا أيضا أنا كأكاديمي يسهل لي مثلا أن أحلل بطريقة تسعني على فك رموز ما يحدث في البلد وأيضا أعرف مثلا ما هي الأزمات التي الآن تعيك تقدمنا وتطورنا إلى غداك ولكن في جانب هذا الخطاب السياسي الذي تكلمنا عليه عندما نريد أن نحاول نسقطه على الواقع في الجزائر أنا أعتقد أنه الخطاب ما زال هزيلا وما زال مبتذلا يقترب من الابتذان وهذا بسبب سيطرة النزعة الشخصية والنزعة الحزبية والنزعة المصلحية من جانب بعض من النخاب السياسية الحزبية وإذن في جانب السلطان التي صراحة تريد أن تبرر عن طريق الخطاب السياسي إخفاقاتها في جوانب كثيرة إلى غداك لأن اليوم مثلا تعرف أنه الخطاب السياسي ليس ديماغوجي لغم أنه فيه الأستاذ موريش ديفرجي في المدرسة الفرنسية يقول بأن مثلا ديماغوجي يعني بمعنى أنه ديماغوجية هي طريقة طريقة التسيير ولكن لا يمكن فقط أن تبقى قاعدة دائمة إبراهب لانكونن في الولايات المتحدة الأمريكية قالها منذ عقود قال تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت بعض الناس كل الوقت وليس كل الناس كل الوقت طيب أستاذ يعني من خلال حديثكم أفهم أنه الخطاب السياسي يعاني يعني ألطف عبارة يمكن أن نقولها هي يعاني من تدهور والكتل يعني اليوم نلاحظ على المستوى النظري والمستوى الواقعي نلاحظ أنه هناك العديد من الأحزاب السياسية هناك من الجمعيات المعتمدة هناك من الشخصيات يعني تؤسس على أسس برامج ولكن خطابها السياسي الذي من المفروض أن ينطلق من هذا البرنامج نجد أنه على مستوى الخطاب والبرنامج هو في الدرج لكن على مستوى الخطاب على مستوى الممارسة شيء آخر تماما إلى أي مدى اليوم بتقديركم تلتزم هذه الأحزاب والطبقة السياسية بما تقدمه من برامج شوف أولا لازم نتكلم على الظاهرة السياسية في الجزائر لأن الظاهرة السياسية في الجزائر هي ظاهرة صراحة غير صحية وتحتاج إلى توفر العديد من الشروط حتى تصبح ظاهرة صحية هنا إذا رجعت الظاهرة الصحية ممكن نتكلم على خطاب سياسي وتقويم لهذا الخطاب السياسي نحن نفترض نناقش الخطاب السياسي لأنه بالنهاية ليس هناك خطاب سياسي فيه دعاية ودعاية مضادة فيه تحرير تحرير مضادة أستاذ يعني حتى لن نخرج من السياق ما هي ربما الشروط أو أبجديات الممارسة الديمقراطية التي تجعل من خطاب السياسي رقيا في بلد الماضي أولا لابد أن يكون هناك شرعية للسلطة الحاكمة لأن تعرف بأن الدولة والأمة هي عبارة عن مؤسسات تعكم بلد وهذه المؤسسات تعكس تعكس ما موجود منها من قيم سياسية إلى غداية على أداء المجتمع في علاقاته الاجتماعية والفكرية والثقافية والفنية والطرفهية والرياضية وإلى غداية بشكل متجانس حتى أن المواطن يشعر أنه موجود في بلد مثلا القانون فوق الجميع في بلد مثلا أنه هو يستطيع أن يشارك على المستويات المختلفة من محلي إلى ولائي إلى وطني إلى غداية يشعر أيضا بأن هذا الرئيس هو الذي اختاره وفق برنامج معين هذا النائب الذي يمثلني أنا اخترته لا اختاره مثل القبيلة والعشيرة والمحسوبية وربما يفرض عليك واشكار إلى غداية لا اختاره وفق برنامج موجود إلى غداية ثم أنه نتنسى بأنه نحن في المجتمع في 48% أمية ناهيكة ويسمحني كثير من الذين ينتمون للجامعة ناهيكة على الأمية التي تخرجها الجامعة كل سنة بمعنى أنه لما تشوف مثلا يعني هذه نتيجة أستاذ في المحصيل هي نتيجة منظومة حتى نقول حتى لا نتهي طرف أو آخر الجامعة أو المدرسة حمزة نحن الآن نتكلم على الخطاب السياسي وما يجب أن يكون عن الخطاب السياسي لماذا؟ لأن هؤلاء الذين الفاعلون في حياة سياسية خرجوا من وين؟ خرجوا من المدرسة من الجامعة خرجوا من كل المؤسسات التربوية والثقافية إلى غداية إذا كان ما فيش حد أدنى من المستوى العلمي والثقافي والفكري للبلد صعب أن يكون هناك مخرجات لهذا المنتوج يستطيع أن يقدم خطابا يتجاوز مثلا يتجاوز الحساسيات يتجاوز العقد النفسية لأننا نعطيك مثال كثير مثلا من الشخصيات الحزبية الموجودة في الجزائر مثلا موجودة في كثير من بلدان العالم الثاني هي الحقيقة عندما تقدم خطاب هي تنتقم هي أيضا تحاول أن تقدم بعض من المكبوتات وبعض أيضا من السنوات قد ربما تسببت فيها طرف أو آخر إلى غداية من حرمان ومن تبوأ منصب سياسي إلى غداية وبالتالي أنه يقترب الخطاب السياسي في الجزائر الآن من القبح بدل أنه يكون قمة في الجمال وانا نعطيك مثلا مثال تيرشيل عندما كان رئيس مزراء بريطانيا وكان عمره 65 سنة لاحظ مثلا الخطاب الذي كان يتقدميه من برلمان بشكل فيه كثير من الحجج الدامغة ما فيش إساءة ما فيش أيضا تلطيخ وتشويش من سمعة هذا المعارضة إلى غداية وكانت أول امرأة في العالم تكون نائبة في البرلمان البريطاني عندما عجزت أنها ترد عليه بشكل ربما يستفز إلى غداية فقامت ربما أخذ الميكروفون وقالت له بعبارة ساخرة قاتل لو كنت زوجي يا سيدي لو وضعت لك السمة في الفنجان حتى أتخلص منك شوف الرد يعمل على أن الرجل لديه ثقل وهو أيضا نتاج المملكة المتحدة إلى غداية قال لو كنت زوجتي يا سيدتي لشربت الفنجان شوف الجمالية شوف الروعة شوف الطريقة التي يرضون بها وينسون مانديلا 27 سنة حمزة في السجون وعندما خرج كان الناس كانوا ينتظرون أن يقدم خطابا نارية وانتقاميا إلى غداية فقال لدوكليرك زعيم البيض في تلك الفترة إلى غداية أنا كنت 27 سنة أذرف الدموع في السجن فتحالي الآن نشعل شموع أمل في بناء جنوب أفريقيا قوية اقتصاديا وسياسيا أنظر جنوب أفريقيا الآن أنا أتمنى أن نقتذي بهذه النماذج أستاذ يعني بتقديركم هل يمكن اليوم من خلال نظرة من خلال تصنيف أو حتى دراسة أن نصنف الأحزاب السياسية من خلال خطابها السياسي هل يمكن أن مخرجات هذا الخطاب السياسي اليوم هل تكفينا كزاد لإجراء دراسة هل تكفينا كزاد حتى للقيام بجردها مثلا واعتبارها مرجعية أولا من يقول بأن في الجزائر هناك أحزاب سياسية فيه افتراض لأحزاب سياسية تعرف لماذا؟ لأن الأحزاب السياسية هي التي لا تستطيع أن تجمع أربعة وخمسة مواطنين في القاعة لا أعتقد أن هذا حزب سياسي الحزب السياسي الذي لا يؤثر ببرامج سياسية واختصادية وثقافية هذا لا يمكن أن نعتبره حزب سياسيا حزب السياسي الذي لا يستطيع أن يكون فيه نقاش وأيضا نوع من الحراك السياسي داخل الحزب من القاعدة الشعبية لهذه الحزب إلى قمة هذه الأحزاب تعرف أن التسلط والزعامة والرغبة في البقاء في السلطة هي انتقلت من السلطة إلى هذه الأحزاب السياسية وبالتالي أن الآن تقريبا جميع الأحزاب السياسية التي نشأت في الجزائر بعد تسعة وثمانين خطابها لم يكن منسجم مع برامجها أو قيمها أو توجهاتها تجد مثلا زعيم حزب سياسي مثلا إسلامي أو وطني أو لائكي إلى غدك لا يمكنك أن تفرقوه مع زعيم اسم آخر في الخطاب نفس الخطاب نفس المشاكل إلى غدك لكن مع ذلك يعني تبقى هناك تجارب حزبية ربما تخط طريقها بخطة ثابتة دون أن نذكر الأسماء دون أن نذكر أي شيء لكن أيضا هناك شخصيات سياسية ربما استطاعت أن تحجز لمكانها لمكانها تفتريخ سياسي مثلا بينسجامها بين الخطاب بين إيديولوجيتها بينها وأنا أستذكر وأضعك تجيب على السؤال أستذكر مثلا شيخ محفوظ نحن رحمه الله أستذكر أيضا الزعيم حسين أي تحمد أطل الله في عمره وعفاه يعني هناك بعض الشخصيات التي كانت لها على الأقل بصمة أو على الأقل حافظت على هذا الإنسجام بين التوجه والخطاب شوف أنا نقول لك أنا ربما نعود رجعك إلى الزمن الاستعماري شوف رغم زمن الاستعمار رغم القمع ورغم الاستعمار ورغم كذلك ولكن كانت لدي النخبة السياسية وحزبية استطاعت أن تهدي الجزائر أجمل مشروع لولي الاستقلال والخطاب السياسي الذي كان لتلك النخبة استطاع أن ينازل الدبلوماسية لتعالي استعمار الفرنسي وأيضا المفاوض للمستعمر الفرنسي في اتفاقية أذيان التي هي بالنسبة لي أول وثيقة دبلوماسية في مسألة التفاوض والتي كان منفروض أن تها تدرس في الجامعات الجزائرية بالنظر إلى أولا النضج والخطاب الذي كان يقدم من طرف كل المتفاوضين بعد الاستقلال رغم الحزب الواحد ورغم أن هذا الحزب بكل متى تميز من ربما الضغط واحتكار إلى غداك ولكن شهدنا ميلاد اللي شخصيات سياسية كانت خطبها وكانت قدرتها على الإقناع المتميزة أنا نعطيك مثال قبل ما تجينا حناه وأيتحمده إلى غداك نعطيك مثال هو ريبو مدين هو ريبو مدين قام بانقلاب كان قائد الأركان على الرئيس بنبلة ريبو مدين كان لديه شخصية ولديه شعبية عند الجزائرين بشكل فضيع ولكن بمدين رحمه الله بالخطب الذي كان يقدمها بالمفردات التي كان يستعملها شوف بعينيه التي كانت البالية طريقة مسكو للسيجار طريقة تقديمه بالبرنوس بالشنب كانت كاريزما اتصالية فهنا الخطاب هنا الرجل استطاع أن يكون عنده هذا الكاريزما ويصبح معبود الجزائريين ويصبح لغاية الآن الرئيس الوحيد الذي ما زال محفوظ في ذاكرة الجزائريين بالخطب الرنانة بقدرته على توصيل كذا وأعتقد أنه حضوره في المجمع العامة المتعدة والخطاب العام الخطاب الذي قدمه أعطى صورة للعالم بأن الجزائر هو بلد ما زال وفي لثورته ما زال مبينة لحركة تحليل إلى غداك بعد التعددية الحزبية سنة تسعة وثمانين كان من المفروض كان من المفروض ولو أن التعدد الحزبية لم تكن صراحة فعل فعل لكن ترد فعل لأن النظام كان في مأزق ولجأ إلى التعددية الحزبية حتى يخرج من المأزق حتى ينقض بنفسه حتى أيضا يديم ما يسمى بلا كونتيني دوليشيك يعني استمرارية في الفشل وبالتالي أنه ما أنتجه تكلمت عن تحمد تكلمت عن نحناح وغيرهم لديهم قدر على الخطبة ولكن ما يفتقدون لها هو أن المفردات التي تستعمل لم تكن مفردات بنائية لكن أستاذ أنا في جزئية الانسجام على الأقل لأنه درجة الإقناع أو درجة ربما فيها أيضا هو فضل أو هيبة من الله سبحانه وتعالى لأنه اتصاليا هناك كل شخص أو كل مسؤول ودرجة تأثيره بالرغم من مساواه هناك دكتور ربما لا يؤثر بشكل الذي يؤثر فيه داعية 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 مثلا يعني جزئية جزئية صغيرة هي درجة على الأقل الإنسجام بين هذه البرامج التي تقدمها الأحزاب وتعتمدها يا حمزة خليني نقول لك تعرف الخطاب مهما كان وزنه مهما كانت المفردات والتنوع في المفردات فيه متلقي إذا كان هذا المتلقي لا يتقبل فسعب بالنسبة لك أنك مهما كنت أنت حتى لو كنت وليبرانت الألماني الخطيب المتفوه أو كنت كيسينجر أو كنت غيره إلى غدك تعرف أن مثلا في التسعينات كانوا بعض من الدعات لدي الخطبهم تصل إلى الناس بشكل قوي وتؤثر بالناس بشكل قوي وقد كلمة من هذا الخطيب أو من هذا الداعية إلى غدك تستطيع أن تخرج المليون من الناس إلى الشارع تعرف لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأنه عندما يكون لديك الفراغ الاجتماعي والسياسي وكذلك لغدك ينترشط الغوغاء وبالتاني أن تقريبا السلطة التي تحكم في البلد لم تكن من 62 لغاية الآن السلطة لا شرعية ولا مشروعية ولا ليها المشروعية استطاعت صراحة أنها تقضي على كل ما هو يمكن أن يؤهل أن يكون هناك عمل سياسي محترف إلى غدك الذي بإمكانه أن يقدم الخطاب الذي ينفع الناس الخطاب الذي يؤسس لدولة القانون بدل من أنه النظام دفع ببعض الشخصيات وعطاهم أحزاب وغير لهم أحزاب إلى غدك حتى تبكي على حالة استطاكو وهذا الحالة استطاكو لدرجة أنه الآن حمزة لو نخرج معاك للشارع في كل الجزائر ومش فقط في العاصمة هنا تجد بأنه المواطن لا يكترث بتاتا بالخطاب التي تقدم إليه نعم هو يعني عازف أو مستقيل بشكل تار لدرجة أنه بعض من الخطب أصبحت جزء من الكوميديا التي صراحة أنه أصبحت تنافس مبدع مثل عثمان عليوات صراحة نعم أستاذ سنوصل هذا النقاش الشيق ولكن قبل ذلك سسمحك للذهب إلى فاصل وشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذا النقاش لا تذهبوا بعيدا مشاهدين الكرام مهلا وسهلا بكم مجددا سيد أو أستاذي الكريم إسماعيل معرف يعني الخطاب السياسي هو إحدى الأدوات التي تلجأ إليها القوى السياسية للوصول إلى مراكز القرار أو ربما الحفاظ على مكتسبتها أو لربح رهانات في الأوين الأخير رحتنا كنا في النظر التجريدي لأن نحاول أن نسقط ما تترقنا إليه في الجزء الأول تراشق إعلامي بين الأمينة العامة لحزب العمال ويزاح النون والأمينة العام لحزب ربا تحليل وطني عمار سعداني ولكن المثير في هذه القضية التي ليست جديدة هو التهجم على الشخص وليس الرد من خلال البرامج وليس الرد من خلال الأطرحات وليس ما الذي يؤشر عليه هذا وما الذي يخفيه ربما كخلفية شوف أولا أنت حلتنا لفكرة مؤسسة فكرة جيدة في نسبة الخطاب السياسي شوف الخطاب السياسي يعبر أيضا عن الانسجام الموجود على مستوى أداء النظام الذي يحكم بلد وأعتقد أنه هذا ما يحدث بين لويزا حنون وبين زعيم الحزب العاتيد جبه التحليل وطني عمار سعداني هو يعبر على أن الآن السلطة غير متناغمة والسلطة الآن تقريبا تعيش حالة من تقريبا الخلاف الاستراتيجي في التوجهات وأعتقد أن الآن بدأت ما يسمى بالنسيكسيشون دو بريزيدا من يخلف الرئيس؟ رحلت ما بعد؟ لا يخلف الرئيس بوتفلقة بعد 2016 مثلما صرحت أنا لأحدى القنوات الأجنبية الفرنسية على وجه التحديد لأن تقريبا الشخصيتين محسوبتين على النظام بشكل عام لا يخطق واحد يعني في شكل عام المشكلة هو أنه لويزا حنو التي في فترة ما كبرت في عيون الجزائريين لسبب أنها كانت من الشد المؤارضات للدرجة أنه من غاردين البريطانية سمتها للزعيمة الشريسة التي تقاوم النظام خسخصة الاقتصاد الجزائري وأيضا المدفع على حقوق المقهورين والكادحين إلى غدين فجأة هذا السيدة تتحول إلى من أكبر المدفعين على شخص الرئيس ومن خلال شخص الرئيس النظام بشكل عام وأصبحت أيضا تودا تسند المؤسسة العسكرية وأيضا لا تخجل بلقاء قاية الأركان اللواء أو الفريق جيد صالح وهي كلها مؤشرات كانت تتلع على أن فكرة الترويذة الذي قد داب عليها الرئيس بوتفليقة لخصومه السياسيين قد أوكنت بنجاح ووصلت إلى هذا الزعيم يعني أنا أستاذ نفهم من كلامك أنه هذا يدلل هذا الصراع ربما يدلل على صراع أيضا على مسواعالي بين أجنحة كما تقول أبجدية الإعلام في الجزائر صراع بين أطرف معينة في أهرم السلطة يعني أحبيت نقول ما هي أيضا ذلالته من حيث توقيت نعم شوف شوف أنا نربط دائما بالخطاب لأنه الخطاب للويزا حنون أو سعيداني هو يحاولون كلاهم أن من يسبق الآخر في خدمة السلطة من يقدم أحسن المفردات التي تؤثر في الرأي العام وتعطي مصدقية للرأي العام وتقول لمن يحكم في البلاد بأن أنا ممكن أن تعتمدون عليها في تبليغ الرسالة وأيضا في التأثير على الرأي العام وأيضا وهذا مهم جدا هو بورفريوي لشونت المعارضة لأنه لغاية الآن النظام نجح في خلق ما يسمى بالمعارضة الافتراضية مش معارضة حق معارضة افتراضية وفر لها توتلي زينجريديان باش أنها تكون بالنسبة للرأي العام يتابعها على شكل فيلم أو مباراة في كورة القدم مثل ما تتابعون الكلاسيكو الإسباني ولكن من ناحية التأثير على الواقع أعتقد أنه ما فيش معارضة مؤسسة لكي تستطيع أنها تبطل كل مشاريع النظام فلما تقرأت قرأت تراشق التراشق هذا يدل على أن كلاهما مكلب لمهمة ولا أعتقد أن لا الوزاح النور ولا سعيدانية تكلمان هكذا من منطوق توجهاتهم السياسية وقانعاتهم الحزبية إلى غده لماذا؟ لأن لما تشوف مثلا في خطاب الذي تقدمه الوزاح النور لما فشلت صراحة فشلت في أنها تقنع الرأي العام بجدوة خطاباتها إلى غده وأيضا برامجها إلى غده توجهت إلى أنها تعادي من أصبح تقريبا يعيش شهر عسل مع النظام وهو أمار سعيداني وخارجاته المتكررة وإذا كانت بعد خطابات نارية ضد مدير المخابرات الجنرال توفيق وأيضا تحميل المسؤولية إلى غده هذا كله أنا فأعتقد أنه السجال لا يقترب من الأداء السياسي للمطلوب بل سجال من أجل إدامة صراحة إدامة عمق الأزمة السياسية في البلد لكن أستاذ عندما نتحدث مثلا عن الأمينة العامة لحزب العمال عندما نتحدث عن مثلا عمار سعداني نجد أنه في الواجهة يدعي أنه ديمقراطي على أوسع نطاق وفي ذات الحين نجد أنه هذا الخطاب ربما مفيأ أو ربما مسقف صحيح وربما اختياري صحيح يعني هل فعلا الجزائر اليوم على هذه الدرجة من ربما المحدودية في الثقافة السياسية حتى تواصل هذه الأحزاب هذا النمط في الخطاب والله أنا أشوف أنا سئلت من إحدى الصحفيين الجزائريين هل تعتقد بأنه الجزائريون بشكل عام أن الجزائريين عفوا بشكل عام هم ربما يفتقدون للوعي السياسي هل أن الجزائريون قادرون صراحة على معرفة من الآن يستغل مشاكلهم وأيضا يستغل ثرواتهم قلتوا كل ما في الأمر أن الجزائريين جميعا يحبون هذا البلد حبا فضيعا لدرجة أنهم يسمحون حتى في حقهم من أجل الجزائريين تبقى واقفة في المقابل في سلطة لا تخاف الله ولا تخاف هؤلاء الجزائريين ومأساتهم إلى غدالك السلطة استطاعت أن تتربى على شيء واحد والريع البترولي وتتربى على شيء واحد هو كيف أن نخدم من بيده القرار فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية السفقة واضحة بين من يحكم في هذا البلاد ومن أيضا من يحكم في هذا العالم وبالتالي أن نعطيكم نوتر أفان نوتر كوسيو كسلطة في الجزائر بين قوسين كسلطة في الجزائر بين قوسين نعم وفي المقابل تفعلون ما تريدون إلى غدالك هي في آخر المطاف هي مقايضة مقايضة بين أطراف من أجل مصالح ضيقة هي إدامة ربما حسب ما فهمت من كلامكم إدامة مكوتهم في السلطة مقابل شوف بعض الخطابات الاستخفافية لما يتكلم الوزير الأول وأنا مسؤول على كلامي يقول هعنصالح لباس طيب يعني حتى ما عليش لما تقول لباس وتوفاميا ورنما تحكمين في الوضع إلى غدالك ولكن هل أنت تعتقد بأن هذا الخطاب بالمفردات التي استعملتها الشعبية إلى غدالك هذا مش تطمين هذا استهزاء وذا استخفاف لأنه على مستوى رجل بحجم وزير أول أعتقد أن الآن العالم كله في فضل التكنولوجيا ونورسي الإعلام المتطوير الجزائرين لسه في حاجة للقنوات الجزائرية حتى يعرفون ما يحدث في عين صالح أو ما يحدثون في الجنوب أو من احتجاجات إلى غدالك لأن اليوم أيضا نقطة أخرى ما نشوف مثلا بأن مسؤول في وزارة طربية وطنية يقول مثلا بأن مطالب الأساتذة قالوا مثلا أعطونا سنة فرق ثم يقول بأنه هذا مطلب تعجيزي وهذا مطلب لا يعكس يعني عمق ووعي هذا الأستاذ هذا المسؤول في وزارة التربية الوطنية لو كان في بلد متطور إلى غدالك يسجن لا يحكمش يسجن تعرف لماذا تعرف لماذا لأن الأستاذ في التمتدائي والتأول والمتوسط والثانوي إلى غدالك يحتاج كل عشر سنوات إلى سنة يتفرغ بها حتى يستطع أن يعود بشكل قوي وبهذا الطريقة بهذا الطريقة قالت ميركل قالت ميركل صراحة بأن أعلى سلم في التقويم بالنسبة للمرتبات لابد أن تذهب إلى الأستاذة التربية الوطنية طيب لماذا لأنهم هم من يصنع هذه الكفاءات التي تجسير دولي بالبلد فهذا خطاب خطاب ينمع لأن في عن جهية في عن أن السلطة تحتكم دائما إلى صراحة إلى فرض من سبب الأمر الواقع غير عابيها بالقيم الإنسانية سنتحدث كثيرا عن هذه السلوكيات وأيضا عن هذه الدينية التي أصبحت ثقافة يعني نلاحظ أيضا في نهاية المطاف أنه انتشار على مستوى الخطاب وسنأتي إلى الحديث عن قضية الغاز السخرى والتواصل إلى مذلك خطاب مثلا التخوين خطاب الاتهام بالعمالة خطاب مصطلحات خدمة أجندة أجنبية ضرب استقرار البلاد إلى مذلك يعني السلطة ومن يضر في فلكها من أحزاب ومن موالين يعتمدون هذا الخطاب يعني ما هي دلالته وما هي أهدافه شوف أنا نقول ونعاود شوف لما يكون فيه الفراغ تعرف لما يكبر الحقد الوطن يصغر الوطن يكبر بالديمقراطية الوطن يكبر بالمشاركة السياسية الوطن يكبر ويزهو ويظهر ويصبح مفخرة في كل الأمام كل الأوطان في العالم إلى غدك إذا ما احتكمنا إلى كل القيم التي الآن ساعدت للمجتمعات والشعوب أنها تتطور وتتقدم إلى غدك طيب وشو الفرق بيننا حمزة بيننا وبين الأطراك وبين الإسبان وبين البرتغال وبين ماليزيا وبين تهود يا رجل يمكانياتنا تسمح لنا بأننا نمشي بعيدا إلى غدك ولكن أن السلطة خيارها هو تفريغ وتصطيع وتقريبا وضع كل تكميم الأفواه تعرف لماذا يعني حتى مسألة الآن في حقها تكلم كما تريد تكلم وانتقد وإلى غدك ولكن أعتقد بأنه هذا الكلام الذي الآن يمكن بالنسبة لمن يحكم في هذا البيض يستسغره ويستخف بنا نحن الذين دائما ننتقده إلى غدك تعرف هذا كورتفلج سيكبر يوما ما وسيكبر وصياطي نتيجة إلى غدك تعرف أنا أقول لك الآن الخطاب السياسي الهاجين الذي يعتمن على المؤامرة والتخوين يعني تقريبا نسمع رئيس مجلس الأمة يتقلم بشكل سافر عن المعارضة وكأن هؤلاء الذين يتأسسون للمعارضة والنخب السياسي إلى غدك ليسوا جزائيديون ليس لهم الحق أن يقدمون أراؤهم إلى غدك هذه قمة الاستخفاف نحن لسنا في بلد يعني يجسد وأعتقد أنه يجسد هذه العبودية وهذه الأنديجيانة لأننا نحن لسنا أنديجان نحسنا أهالي يعني جزائرين على قدام المساوات يعني نفس الشي على حوار نشوفه فيه جرائل لرئيس المسجل الشعبي الوطني وأعتقد أنه الدكتور والدخليفة فرض قامة وقيبة فرض أن لا ينسرخ بهذا الشكل ويرتم في أحضان السلطة ويقدم صورة سيئة عن المثقف الذي أنا أنتم إليه كان من المفروض أن يزدعب الحقيقة الخطاب لابد أن يكون متوازن ويكون عقلاني متوازن وموضوعي وأعتقد أنه ما يطرح مثلا من أجماعة المعارضة والتنزيغي وأنا لست منهم ولكن أنا أساندهم لماذا؟ لأنه شخصيا أعتقد بأن فيهم الكثير من الوزراء ورؤساء الحكومات إلى غدلك والذين صراحة مروا على تسيير دوليب البلد إلى غدلك وجميل هو أن ينسان يفوق من غفوفته وعندما ينسان يفوق ربي سبحانه عز وجل يفوق سبع سبوة يقبل التوبة ونحن أيضا نقبل من أجل مصلحة بلدنا من أجل مصلحة هذه الجزيرة الكبيرة تعرف الخطاب السياسي هو فيه في بعض الخبراء اللي عملوا حول مسألة البلد متطور مش متطور مؤهل ينعب أدوار في المستقل في المجال الديمقراطي في المجال الحكم الراشي والحكمة إلى غدلك من خلال الخطاب السياسي تعرف أردوغان عندما انتخب رئيسا لتركيا فالخطاب سؤلت أحد السيدات قالت هو الأب يعني هو الأب أزوفادر عن قناع يعني خطابه مطمئن خطاب مفردات هي دافعة للحوار للحب للتسامح خطاب تعبر على أن يسند أيضا إلى حصائل يعترف بها المعارض قبل الشريك لأنه تعرف بالنهاية من يحكم أو من يريد أن يحكم لأن النظام القوي هو الذي يساعد المعارضة على أن تتقوى ديفر كاميرون في بريطانيا رئيس وزراء قال أمنعه كثير من أكثر من الأموال بالنسبة للصحافة المعارضة أكثر من الصحافة الحكومية قال لماذا؟ لأنه هذو هم المرآت التي أنظر فيها يوميا حتى أستطيع أن أتقوى وأن أمنع عن المعارضة أن تصل إلى الحكم شوف الطريقة أو الدهاء الذي يقدم به مشروع تسيير بلد ليس مثل ما عندنا فيه تخوين فيه مؤامرة لدرجة أنه كان فيه من قال بأنه هؤلاء يلعبون بمستقبل البلد هو بالوحدة الوطنية إلى غدين يا رجل أنت عندما تستذي هؤلاء أنت هو سبب فيها خطاب غير مسؤولة هذا خطابات غير مسؤولة أستاذ نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مشاهدين الكرام فاصل ثاني ثم نعود إلى النقاش أهلا بكم من جديد نواصل إذن أستاذ النقاش في فضاء دلالات أو ربما المصطلحات المستعملة مؤخرة من طرف السلطان أنا لاحظ أيضا طرح أو منطق من ليس معي فهو ضدي ليس دفاعا عن الرأي المعارض بس هنا الدفاع عن أي طرف ربما في المعادلة السياسية ولكن عن المنطق عن المنطق يعني السلطة تعتمد منطق من ليس معي فهو ضدي من يكون مواليا للأطرحات فيقدم ويبجل وإلى ماذلك ومن يكون معارضا ربما تصل درجة إلى درجة التشويه صحيح شوف في السلطة الموجودة في البلد تشتغل من خبال مخابر موجودة في الخارج وهذا المخابر هي أحدث النظريات الآن هي مثلا عندما تكون لديك قضية فتيش قضية مقدسة قضية تحكم في السلطة والبقاء في السلطة فتلجأ صراحة إلى أنك تكرس كل مجهودك في أنك تجلب لك الموادين بوش بوش الأبن وليس الأب عندما طلب من برمان لويس أن يقدم له خطاب خطاب بعد أحداث 11 سبتمبر إذا كانت تذكر مثلا كالي المستلحات نتاع لاكس ديومان محور الشرب محور الشرب ويذ مي أو أغانس مي ملعي ملعي فوضلني لغدين هذه كلها كانت توليشو كومبين حملة يشنها تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ذات كل الأنظمة التي تعترف بأن الإسلام متغير في الحياة المجتمعية وأن الإسلام هو أيضا عنصر بناء وليس هدم في المجتمعات إلى غدين وأن الإسلام يصبح هو العدو بالنسبة للأمريكي يعني هذا يعكس استراتيجية أنا حبيت أن المشاهد برشناديه لهذا الفكرة بشي نقوله تماما مثل ما يفعل السلطة الآن هي أنها شفت لأنه لما تولي أنت فاشل على أنك تحاورني بالفكرة وتحاورني أيضا بالقدرة على الإقناع يعني إذا يزوج مع زوجته لما يقدرش أنه يحاورها بالطرق لمنسجمة فكريا وعاطفيا وعندما يصبح غير قادر فعلا لأنه يحتويها فيرجى إلى العنف كآخر طريقة معناها تعبر عن فاشل وعن عجز بمعنى أنه القوة دائما القوة هي القوة العقلية القوة الفكرية هو أكبر الديمقراطيات في العالم والأنظمة التي استطاعت تحكم شعوبها لم تحكمها بالضغط وبالقوة حكمتها بالحب حكمتها بالإقناع حكمتها بالتميز محمد مهاتير في ماليزيا لغاية الآن يا رجل ما زال رجلا عندما يخرج إلى الشارع وكانه نجم هوليودي الناس ترغب التصور كانوا رئيس مزرع شوف مثلا المسؤولين لو واحد فيهم يخرج إلى باب الواد أو يخرج إلى القصبة أو يخرج إلى تحت حراسة أهلية مشدد السبب 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 هو أنه الآن السلطة في خطابها هي أنها تريد أنها لأنه تعرف أن فيه تستغل حب الجزائرين لوطنهم تستغل حب الجزائرين وتعلقهم ببلدهم باستقرارهم إلى غنة دائما تذكرهم بالعشرية العشرة الحمراء نعم سنأتي أيضا إلى خطاب التخويف لأنه التخوين ويقابله التخويف يعني نفهم أستاذ من كلامك نفهم أنه خطاب من ليس معي فهو ضدي الذي تعتمده السلطة مقارنة بتعاملها مع المعارضة ومع أي شخصية حتى ولو لم تكن حزبية أو متحزبة صحيح يعني هذا المنهج يؤسس لاستراتيجية وأهداف معينة أريد منك التوضيح أنه لا علاقة لهذا النهج بما يسمى بالمصالح العليا للوطن مثلا والله يشوف أن تخوصص الجزائرية أو تقتصع على الطرف دون آخر فأعتقد أنه أمر غريب نوعا جدا تعرف لما تشوف الخطاب السياسي هو أنه كأنه نحن فقط الذين نحبون هذا البلد في الخطاب يبتبدو السلطة وكانها الحريسة الأولى على أن هذا الجزائر دون غيرها من الشرك الجزائر هي لا بد أن تبقى فيها تبقى وطنية وتبقى الوحيدة الوطنية منسجمة وتبقى ورحانانا الوحيدين قادرون على أن و banking تعرف منه الحب في حب من المقاتل قد يكون محقون في حبهم للجزائر نقول ولكن كثرة الحب تقضي على الحب كثرة الحرية تقضي على الحرية كثرة الغيرة تقضي على العلاقة كثرة لو تثنيفية 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 كثرة الانطواء أيضا مذرة مذرة إلى غده السلطة لم تفق بعد 53 سنة بأنه الخطاب البلدين يتغير لأن العالم تغير كل الدنيا تغيرت جيران يتغيروا شوف تونس ماذا حدث فيها شوفوا المغرب بالأداء السياسي الموجود شوف أيضا كل البلدين في العالم تغيرت يمكن بلد لغية الآن ما زال أن البيترول سينتهي وأن سحار البيترول افتدني وعلينا بالتقشف ثم يطلع عنا رئيس مثلا في خطابه رئيس الشعبي الوطني يقول أنه ما يأخذه البرلماني في الجزائر هو قليل مقارنة ولكن لا نقارن بسطاتي نقارن أيضا بالمستوى الموجود عليه النائب في البرلمان الذي تكلم عليها سيد ولد خليفة مع هذا الخطاب أيضا يمكن يزيد تسطيحي ويزيد أيضا يثبت من همم النخب الصعيدة لأن اليوم الجزائر الجزائر 75 مئة من شباب هذا الشاب هل يجد نفسه الخطاب؟ لا يجد نفسه الخطاب يعني السلطة في زيارة الاتحاد الأوروبي الأخيرة إلى الجزائر في إطار شراكة رسمية موقعة من الدولة الجزائرية سنة 2005 يعني زيارة في إطار متابعة شأن السياسي عادي عادي جدا يعني واتصل وفد الاتحاد الأوروبي بأحزاب من المعارضة كما هي أحزاب فيه أيضا تحسن فيه وبشخصيات منهم أنا والآن يعني في حينها يعني وظيف هذا المعطاء من أجل تطعيم نظرية المؤامرة والتوظيف إلى ما ذلك يعني هل كمانتقاله وصدف شوف 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 العولمة أنا أستاذ العولمة الأقتصادية بالجميع العولمة الأقتصادية العولمة الآن ما حدش تستثني هذا مفهوم الفكرة السيادة اللي احنا أعطيناها بكدو في تشيزم قدوسية انتهت فكرة الله في عولمة الآن الآن أنت الجزائر جزء من منظومة عالم يسير وفق من يصنع هذا العالم يا رجل ما داخل الكمبيوتر وما خارجه بيد الأمريكان اللي هي أكبر دولة ديمقراطية في العالم حبوا ولا ما حبوش من ينتقد أن أمريكا ليست بالدى ديمقراطية على الأقل داخليا لا يا رجل حتى يا رجل شوف مسألة أنت عندما لديك خطة وستراتيجية تصبح جزء من خطة وستراتيجية الآخرين طيب والاتحاد الأوروبي هو أيضا يتعامل مع السلطة وليس الدولة الجزائية مع السلطة الذين منحوه الكثير من الامتيازات ووقعنا لزاكور مع لينيو أوروبيا ولكن خسرنا هذا الشركة هذا النباه الموجود عليها السلطة في الجانب الاقتصادي خسرنا ملايين من الدولارات وما زالا نخسر وخوينة المعارضة والهدف يا أستاذ سيحمزة هدف هو أنه دائما يقول بأن نريد أن نطور من أداء الاقتصالي ولكن التضح بأنهم يريدون فقط البقاء بالسلطة نظير خدماته الأوروبيين تعرف عليش خون السلطة خون المعارضة في الخطاب لماذا؟ لأن حتى لا تكتشف الاتحاد الأوروبي بأن هناك في الجزائر الناس على مستوى من الأداء الفكري والسياسي والوعي ويعرفون أيضا كيف يديرون شؤون البلد بدون أن يضروا بمصالح الأشقاء والأستاذ الذين يأتون ليستثمرون في بلدنا إلى أداء وأنه هذا الناس الذين يعارضون هم يعارضون الجزائر هم يعارضون للسلطة أما الدولة الجزائرية هي موجودة في قلوبنا جميعا وبدون يعني حتى لا نذهب ربما افتجاه كما قلت نتهم أننا نحاسب طرف دون آخر أيضا المعارضة صحيح قد يقول قائل والمشاهد الكريم أنه خطابها ربما تشاؤمي أنه يقول أنه خطابها ربما يستند إلى الرغبة فقط في السلطة صحيح يعني هل بتقديركم اليوم خطاب المعارضة مؤسس ومبنى على معطيات موضوعية مقنعة أم أنه مجرد خطاب سياسي إقناعي دعوي أو دعائي شوفنا والله سنكون معك برقمتي لأنه أعتقد أنه من يشاهدنا الآن يقول لك الآن كيف سيجيب بروفيسور المعارضة هل سيودين المعارضة التي كانت قبل لحظات ودقائق لا نحن نقيم لا أنا أتكلم عن نفسي أنت كقناة أنا كشخصية فكرية وعلمية محيدة شوف عندما يكون مفتاح الباب بيدك ماذا أفعل أنا مفتاح الباب بيدك أنت من المفروض التي إذا تصهر على أنك تبني البلد وتفتح مجالات البلد لأنك أنت سلطة متغيرة وليست ثابتة الدولة فقط ثابتة نعم أما السلطة متغيرة ومن المفروض أني أنا لو كنت وطني وأحب هذا البلد إلى غديك ووفر كل الشروط لهذه المعارضة على أنها تتطور وتنمو وتحسن أنها إلى غديك تعرف الآن المعارضة تشبه الطفل الصغير اللي أمه تحطه في البيت وما تخرش ما كذاش ما تضيق عليه وكذا إلى غديك وفجأة أنت تفتح له الباب هل يمكن أن يتحكم في سلوكه هذا الطفل ممكن يخرج بسيارات الدحس ممكن يخرج أنه ربما يدخل في مشغبات مع طفل زميله إلى غديك نفس الشيء المعارضة تتحين الفرص عندما تعطيها 30 ثانية هم عارفوا الآن نعطيك مثال مثال بسيط خطار سياسي يريد أن يقدم خطابات مقنعة إلى غديك تقوم التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية مثلا بأنها تختار لسونور لما يجير الصحابي التسجيل نعم هذا فتختار له تختار له بعض العبارات التي تخرج على السلطة التي تندمج مع طروحات السلطة هي سياسات فأصبح أصبح أصبح هذا الذي وعهر فعندما تحتوي فرصة في خيرج أقوى ما عنده ولما يكون عنده إنسان ما يكون مشحون ومضغوط صعب أنه يتحكم في خطاب في المفردات مخرجات المعارضة اليوم مخرجات المعارضة على مسؤول خطاب السياسي أنا أعتقد بتقديري شخصي أعتقد أنها متوازنة إلى حد ما لأنها تعكس العديد من الأطياف ربما هي سابقة أولى في تاريخ سياسي البلد بحيث أنه لا يتلون الخطاب السياسي باتجاه دون آخر المعارضة مثل اليوم طيف واسع منها يجتمع تحفي طرح واحد إسقية انتقال ديمقراطي وهذا ما يفرض على أنه يكون الخطاب أوسع وأشمل ومتنوع ووطني دون خصوصيات ربما لن نتازل فقط هل هذا الخطاب اليوم في مشروع المعارضة الوحدوي هل ما هو تقييمكم له أنت كأكاديمي وهل يعكس متطلبات أو المعايير التي تحدثنا عنها في بيئة في البداية لا شوف أنا نقول لك يعكس لماذا يعكس لأنه بدون أننا نستخف من يقوم بتقديم الخطاب في المعارضة لأنه أنا شخصيا مندمج مع ما يقان لأنه يقدمون حقائق يقدمون أيضا رؤى وأفكار إلى غده تفيد البلد لدرجة أنه في بعض من المعارضين حزاب معارضة إلى غده قدم خطابا لدرجة أنه طالبا من السلطة طالبا من السلطة تسمح فقط بمساعدته يعني تتصور أنه هذا حتى النزول في الخطاب هذا يعبر عن وطنية مش ابتدان أنا بالعكس ما شفت جمال عبدالسلام يعني خطابه أنا بالنسبة لي أقنعني لماذا؟ لأنه كان يطلب للسلطة يعني باتل من أن نذهب إلى العنف وإلى الشارع وإلى غده يعني تعالوا لنساعدكم فقط لأن نريد مصلحة الجزائر وناشد الرئيس بوتفليقة وهذا أيضا موجه جميل لا جميل لا جميل هو أنه يعني نبين لك بالأنوان أنا أعرف بأنك أنت مذنب وأنك سبب كل البلاء وأنك سبب كل الأخطاء إلى غدهك ولكن أترجعك أتوسلك من أجل دماء الشهداء من أجل الجزائر أنك كذا لغم أني أنا شخصيا يعني عربي أنه هذا ذكاء في الخطاب ولكن أيضا الخطاب لابد أن يذهب إلى شيء آخر وهو أن يستفذها للسلطة لماذا؟ لأننا نعرف بأن التوسل لا يكون إلا عند صاحب الأخلاق العالية والقدرة على خدمة الوطن لم يبقى الوقت أريد منك في عجلة في كلمة أن توصف لي الخطاب السياسي سلطة ومعارضة في الجزائر الواقع اليوم ما هو؟ شوف الواقع هو أنه خطاب سياسي يقترب كثيرا من الابتذال ليعبر عن هموم هذا البلد ليعبر عن انشغالات هذا البلد وأعتقد أن ربما إذا حملنا جزءا من هذا الفشل في الخطاب السياسي لدى المعارضة فإن 99% تتحمله السلطة لأن الذي يريد فقط البقاء في السلطة ويريد أيضا يستغل ألام الجزائريين وحبهم لوطنهم إلى غدنك أعتقد هذا في خطابات التي يقدمها إلى غدنك لا يزيد لا يزيد البلد إلا تأزما وانسدادا واختلالا وأن الفرح ليس غدا بحسب ما نلاحظ في هذا الخطاب نأمل أن يكون الفرح قريبا على هذه الأمنية أيضا نفترق الساد ضيق الوقت نشكرك جزيلا شكرا على هذه الإفادة طيبة على كل التوضيحات نتمنى أن نكون في مسوى النقاش من خلال هذا وأن نفيد المشاهد ولم يبقى لي أيضا إلا أن أشكركم مشاهدين الكرام على حسني الكرمي والمتابعة نلقاكم في أعداد أخرى إلى ذلك سودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة